لو انت من محبين الموبايلات الكبيرة الكبيرة قوي وبتحب الزكرة الكبيرة وبتحب الالعاب فالموبايل ده ممكن يكون موجه لك فتابع الفيديو ده عشان نشوف مميزاته وعيوبه ونشوف هل يستحق الشراء ولا لأ طبعا ووصفات الموبايل بشكل كامل اتليه على موقع عدة جنب مراجعتنا المفصلة المكتوبة على موقعنا احنا تحت في الديسكريبشن يلا بينا نبدأ الفيديو كالمعتاد من سلسلة النوت من انها بتبقى ضخمة جدا بنتكلم هنا على موبايل ضخمة جدا قرب من سبع بوصة لكن سمكه مش كبير بنتكلم في سبعة وتمانية من عشرة ملي ووزنه برضو مش حاسه تقيل وده شيء لطيف لان سمك ووزن مع حجم بالشكل ده هيخلي الموبايل ضخم قوي كالتصميم برضو ما اختلفش كتير عن الجيل اللي فات موبايل بجسم بلاستيكي بالكامل بلاستيك لامع نصه لتحتاني فيه نقشة لطيفة شكل الكاميرات هنا يعني يشبه او متاخذ من سلسلة الريالمي ايت شاشة هنا ستة وخمسة وتسعين من مية بوصة بدقة فول اتش دي وده بيترجم للاية تلتمائة سبعة وتعامين بكسل لكل بوصة شاشة اي بي اس بتيجي بمعدل تحديث تسعين هرتز كشاشة اي بي اس فهي شاشة لطيفة مش سيئة لكن بالتأكيد مع وجود خيارات من شاومي وسامسونج اموليد وبمعدل تحديث عالي برضو فهتكون الشاشة هنا اقل منهم وكمان سطوحها هيكون اقل نروح بعد كده على الصوت الموبال بيجي بسماعات ستيريو صوتها كعلو جيد لكن كجودة فها مش وحشة بس بتحسها فلاد شوية يعني مفياش تكسين او بيز او كده هو يعتبر التطور عن الجيل اللي فات والجيل اللي قبله من انفينيكس ولكن بالتأكيد اقل من شاومي وسامسونج صوت المايك هنا جيد جدا مفيوش مشكلة وسماعات مكالمات جيدة جدا واطور الاجتزاز مش قوي وبرضو انفينيكس لسه مصرة انها متحطش مايك اضافي لعزل الضوضاء نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلامة ولنشر الدستورا نحن الدعاة الحاملون النورا الموبايل هنا بيجي بتطبيق انفينيكس الخاص بالمكالمات وده تطبيق بيتيح لك ان انت تسجل المكالمات بشكل تلقائي وتسجلها من غير ما يوصل تنبيه للطرف الاخر ان انت بتسجل وكما انت تسجل لو انت حطيت ايدك على زرار الباور اللي هو بيشتغل كباص معك ففيه ممايزات لطيفة واوبشنز لطيفة مستشعر المكالمات او مستشعر التقارب شغال بشكل كويس بدعم شبكات الجيل الرابع على الشريحتين والشبكات كانت كويسة جدا في تابراتي الموبايل بيجي بكاميرا 24 ميجابيكسل والتانية 8 ميجابيكسل وفيه كاميرتين تانيين ماكرو ومونو كروم 2 ميجابيكسل فيه سيلفي 16 ميجابيكسل وبيدعم تصوير فيديو لحد فور كي بالكاميرا الخلفية بس الكاميرا كعادة محتاجة شغل كبير قوي على جانب المعالجة لانه الصور هنا مش احسن حاجة مش قوي الوان مش قوي مقارنة بالمنافسين سامسونج وشاومي نروح بعد كده على البطارية خمس تلاف ميلي امبير بتقدر تعبك من تمن لتسع ساعات بشكل مستريح مع الشاحن التلاتة وتلاتين وقت اللي هيشحن لك من بوال في حدود الساعة ونص وطبعا ميزة ان تقنية الشاحن هنا مش حصرية هي بتدعم فتقدر تشحنه بشواحة كتيرة تليها في السوق عندها مشكلة عنيفة في حفز الطاقة بشكل عنيف قوي وده بيأثر بشكل كبير على تجربتك والتطبيقات اللي انت تشغلها في الخلفية بتبقى ساعات بطاقة في كتير ساعات ما بتشتغلش كتير وفي مشكلة كده ولعبكها ولف عشان تقفلها مبدئيا عشان تقفل اي حاجة اللي هي علاقة بحفزة البطارية عشان تحاول تحافز على التطبيق في الخلفية بشكل جيد والحاجات اللي انت بتشغلها في الخلفية ما تقفلش فاول حاجة اللي انت تعملها وتتأكد منها ان تخش على تطبيق اسمه تجيب على تاني تبويب اللي هو في النص بيبقى اسمه هتلاقي فيها حاجة اسمها ادارة البدء التلقائي او هتدوس عليها هتلاقي التطبيقات ظهرت لك يعلم على كل التطبيقات اللي انت محتاجة تشتغل في الخلفية وما تقفش خالص زي التطبيقات اللي بيجيب لك تنبيهات بشكل مستمر او التطبيقات اللي انت حاطتها زي مسال ودجت الازان وبعد كده تخش جوه ادارة التطبيقات وتختار التطبيق وتختار البطارية وبعد كده تشيلوا من حفز الطاقة او من بتاع البطارية. نروح بعد كده للمعالج بتاع الموبايل. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تيك خمسة وتسعين مع تمانية جيجا رام من نوع وذاكرة داخلية متين ستة وخمسين جيجا من نوع بتجيب تقريبا في السرعة خمسمائة ميجا في الثانية للاراية. الموبايل بيقدم تجربة سالسة ومريحة وممتعة في الاداء الحقيقة. تجربته جيدة جدا ما واجهتش فيه لاج ما واجهتش فيه بجزة اوزكر ما واجهتش فيه اي طوق ليسكر كان سالس ونعم ولطيف جدا. وحتى تجربة الالعاب هنا جيدة جدا ما فيهاش اي مشكلة مع حجم الشاشة الكبير مع المعالج اللي جي خمسة وتسعين اللي هو يعني كنا ذكرنا قبل كده سلسلة الهيليو جي ومميزاتها في الالعاب. فيديوهات سابقة اعطيها لكم في الاي من فوق. بالاضافة لميزة الجيم تيرب والمميزة عند انفينيكس الحقيقة اللي هي بتاعدك تقفل التنبيهات والكلام ده كله انت تلعب بس فيه ميزة لطيفة كمان. وانه الميزة دي بتساعدك تخلي زراير رفع وخفض الصوت تشتغل كتريجرز. في المجمل انا كنت سعيد بتجربة الانفينيكس نوت تن برو. تجربة مريحة لطيفة. احسن بالتأكيد من تجربة النوت تن بتاع شاومي العادي. وحتى يمكن يكون متفوق على النوت تن برو في الاداء والسلاسة. وده بياخدنا لنقطة الموبايل بيه باندرويد حداشر على النسخة السبعة. ودي تكلمنا عن كل مميزاتها وهي ما تغيرتش خالص زي ما كانت موجودة في فعسيب لك الرابط على الفيديو اللي في المميزات فوق في تقدر تتفرج عليه تيعرف كل مميزات وتاخد جاولة لطيفة كده في ولكن خليني هنا افكرها بشوية حاجات كده. زي ما قلت لك الوجه هنا لطيفة سالسة سريعة مريحة ويمكن هتلاقيها اكتر اريحية من وجه شاومي الميو اي. ولكن ده لا يعني انها وجهة رهيبة او مميزة. مدال فيها مشاكل محتاجة تتصلح. والمشاكل هنا لا تتعلق بالبجز والاداء. لا ده بقى ممتاز. تتصلح خلاص. المشاكل يعني ليه علاقة بتجربة الاستخدام بقى. المميزات اللي انت هتلاقيها. الفلسفة بتاعة الوجهة دي. يعني على سبيل المثال. دي اكتر وجهة هتمسكها تحسها رخيصة شوية. او ما تفتح الموبايل تلاقي تطبيقات كتير متسطبة. محتاج تشيلها. تلاقي علامات ساعات بتظهر في التنبيهات. وتلاقي علامات ساعات بتظهر في درجة التطبيقات. بس في جانب مشرك في الموضوع انه الموضوع ده قل جدا عن قبل كده. تشكر على الموضوع ده. وكمان تقدر تقفل الحاجات دي كلها. فاداش هي قلاطة برضو. ولكن يعني ما يبقاش موجود خلاص من الاول. في مشكلتين تانيين اللي قلتهم من شوية. معالجة الكاميرا اللي محتاجة تتحسن بشكل كبير قوي. ومعضوع قفل التطبيقات في الخلفية والتعامل مع التطبيقات الى في الخلفية والتعامل مع التطبيقات عموان محتاجة تحسن برضو عن ده. ده كلكم وان الوجهة دي محتاجة اعادة تصميم عشان تخليها كده بشكل اندرويدي لطيف. يعني الطف من كده انضف من كده احدث من كده بوجهة نظري يعني. فلو انا متقارن الوجهة دي بالميو اي. اتلاقي الميو اي. اه مش سالس قوي اه مش دايما مصبوط. ولكن هو مميز كمميزات وتصميم والكلام ده كله. هنا الوضع العكس وهو حلو جدا في السلاسة ما بقاش فيه بوجز. وتشادت الحاجات دي كلها. ولكن محتاج تحسينات ومميزات وتصميم احسن من كده. فيعني نتمنى ان الفينكس تهتم بالموضوع ده زي ما حلت قبل كده موضوع انه الوجهة كان فيها لاج او كان فيها بوجز. موضوع تحت حل. ناقص بقى نهتم بقى بالمميزات بتاعت الوجه. اخيرا ليجي للاضافات بتاعت الموبايل. الموبايل بيجي بتقريبا بكل المستشعرات. تصارع تقارب بوصلة جيروسكوب اضاءة. في راديو في دعم بالتأكيد ولكن ما فيش وما فيش لمبة اشعرات. الموبايل هنا جيد في تحديد الاماكن والخرائط ولكن البوصلة محتاجة معايرة شوية دعو تعمل تمانية في الهواء كتير. البصمة الجانبية شغالة بشكل سريع والدقيق. كمان شغال بشكل جيد وسريع. اما العلبة بتاعت الموبايل فمشي عارف العلبة دي هتبقى الحاجز المضغبك بس ولا هتبقى علبة الموبايل عمتا. لو هتبقى علبة الموبايل عمتا هتبقى حاجة روشة جدا لانا شكل العلبة لطيف. وتجربة فتح العلبة لطيفة بيجي معك كمان هداية اللي هي السماعات بتاعت انفينيكس الوائرلس. وبيجي جوا العلبة الكافر والسكريم بروتكتور وكمان سماعات هند فري والشاحن السريع والكابل وكل حكا. الخلاصة. وانا بصور الفيديو ده انا ما عرفش سعر الموبايل ده قوي. ممكن لما الفيديو ينزل تكون انت عرفت سعر الموبايل بس انا او يعني هو متوقع ينزل الموبايل ده بسعر اربعة تلاف جديد. اقل من اربعة بشوية في الحدود دي. طبعا دي النسخة اللي هي الانتينيكس نوت تين برو. مطاقة هيكون في انتينيكس نوت تين مش برو بقى. ارخص من كده. بس احنا بتكلم على البرو. فلما دي يتبص الموبايل هتليه بيقدم مميزات زي حجم الشاشة كبير. وده بيبقى مناسب لناس كتير. بالذات الناس اللي بتظهر على تابلت. فانت بتتكلم عن الموبايل قرب لسوعة بوصة يعني. حجم ضخم. بتلاقي انه الزاكرة ضخمة. متين ستة وخمسين جيجا. حاجة ممتازة جدا في السعر ده. بتلاقي الاداء سهلس ومريح مع المعالج الجي خمسة تسعين الجيد جدا. وده الجزء الاساسي بتلاقي الموبايل بيقدمه بشكل جيد. شبكة كويسة. مكالمات كويسة. كل حاجة جيدة في الحتة دي. ولكن تيجي للجانب بابتاع الرفاهيات والمتعة. هتلاقيها مسلا النشاشة لأ المنافسين احسن. الصوت لأ المنافسين احسن. الكاميرا لأ المنافسين احسن. والمنافسين طبعا بيتكلم على سامسونج وشاومي بشكل اساسي. وبالتأكيد ريلمي برضو لما تنزل سلسلة ريلمي ايتي اللي هيكون في نهاية الشهر ده. في رأيي الموبايل ده تحت الاربع تلاف وهو جيت. يعني يستحقل انت تحطه في دماغك وتفكر فيه وتعتبره خيار جدي في الفئة السعرية دي. لو حطناه واجها لوجه مع شاومي نوت تين العادي اظن اللي يكسب. لو حطناه واجها لوجه مع النوت تين برو من شاومي. الشاومي يكسب. اما لو حطناه واجها لوجه مع الجالاكسي اتنين وتلاتين. فتلاقي هنا هيكسب في الاداء والبطارية والزاكرة والرام. ولكن الناحية التانية هيكسب في الرفاهيات اللي هي الشاشة الاموليد الكاميرات الاحسن الاستيريو الاحسن. فيعني يختار في الاخر هيبقى لك. لو انت بحس عن شاشة كبيرة وكبيرة بالزيادة. او شخص مهتم بالالعاب في الموبايل بيقدي الغرض بشكل جيد جدا. ويعني ينصح ان انت تحطه في تفكيرك. وبس كده كان معاكم احمد نتحت جدو من الفيديو وممكن تتابعني على انستجرام على تويتر على فيسبوك تلاقي الحقيقة تحت في واهم من كل ده لو عاش تسأني اي سؤال ففي ايميل خاص للاسئلة ابعتلي عليه وان شاء الله هرد عليك. وبس كده سلام.